انا بحركه مرة تانية مبارح طبعا وسط حالة الجو المتقلبة دي وطبعا كل ناس كتير وانا منهم يمكن الحقيقة كل بدأ يرجع له البرد مرة تانية طبعا بسبب تقلب الجو كمان مبارح شفتنا سقوط تقليل الامطار على بعض المحافظات زي اسكندرية ومرسة مطروح ومناط تانية كتير في الجمهورية طبعا استقبال الامطار كان جميل من بعض المواطنين امطار الشطة طبعا الناس كتير بتستنيها واحيان بكمان بتستعم في ترتيب الجو لانه برضو الجو لسه مش في كل المناطق خلينا نقول او بدأنا نخش حياة في شتاء حقيقي لسه فيه برضو درجة حرارة مرتفعة شوية في النهار لكن احنا هنعرف من حركه كمان نشوف حالة التقص المتوقع في الفترة اللي جاية خاصة بعد سقوط الامطار يمكن احنا برضو بنشوف بعض المشاهد مبارح من سقوط الامطار في اسكندرية تقريبا طب اسكندرية بداية بقى النوات الشتوية طبعا اهل اسكندرية بيبقى ليهم نصيب خلينا نقول وافر كل سنة من الامطار وبداية سطور حقيقة يعني امطار شديدة ما كانتش برضو امطار هاينا لكن خلينا برضو نقول لكم انه هنتابع معكم حالة التقص ودرجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات الجمهورية